بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وتحيي طيب الجميع باسمي وباسم المغاربة الحرار الذين اليوم نشاهد تدويناتهم في محطات التواصل الاجتماعي المختلفة ضدا للخبر الذي صدمنا نحن كمغاربة وهو اعلان تطبيع مع الكيان الصهيوني حيث ان تغريدة ترامب فجرت ان المغرب اعلن تطبيعه اعلانية وربما سيفتح مكتبا للكيان الصهيوني في المغرب وهو اعلان رسمي بهذه الطريقة ضد قضية امة قضية تتحدث عن موطن هو تالت الحرمين واولى القبلتين لها مكانة عند كل مسلم ونحن نتحدث كذلك عن شعب مهجر الملايين من الفلسطينيين هجروا من اوطانهم فلهذا نحن نستنكر وندين ولا يمثلون اي خطاب يعلن التطبيع مع الكيان الصهيوني ونبرأ الى الله من ذلك فهذا التطبيع لا يمثلون وقضية الصحراء نعلم انها قضية وطنية لها مكانة عندنا كمغاربة لكنها ليست للابتزاز او المساوبة فالصحراء مغربية كما ان فلسطين للفلسطينيين فالصحراء للمغاربة ونحن مع القضايا العادلة ونحن الى جانب اخواننا بمنطلق ديني لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالحمة والصحر فمن هذا المنطلق منطلق الجسد الواحد ندين ان نصلح العلاقات مع المحتلين الذين يعتدون على اخواننا في فلسطين ندين اي انسان رحب بالصهاينة وتعامل مع هؤلاء المحتلين المعتدين على اراضي فلسطين ولا يمثلون كيفما كان هذا وفي الموضوع طبعا نحن لحد الساعة مصدومين ومدهولين من هذا ان تكون الصحراء مقابل فلسطين والذين يقولون ان الفلسطينيين يعترفون بالكيان الوهمي هذا لا يمثلون نحن نتحدث عن شعب فلسطيني تعرض للظلم والبطش اما المسؤول الفلسطيني الذي يطبع مع الكيان الصيوني او الذي خان قضية فلسطين وخان القضايا الاسلامية هذا ايضا لا يمثل فانا اتحدث من منطلق ديني ومن منطلق الانسانية ومن منطلق الاخلاق ومن منطلق القيم وقضية الصحراء ليست للمساومة الصحراء تعود بالقوة ايضا بالامس الالاف من الجنود المغاربة قتلوا في الجولان دفاعا على ماذا دفاعا على فلسطين قتلوا وهم يحاربون العدو الصهيوني انخون دماءهم انخونهم كم من ام فقدت ابنها وكم من زوجة فقدت زوجها وكم من طفل فقد ابا في تلك الحرب في قتالهم مع الصهاينة دفاعا على فلسطين واليوم نرحب بالصهاينة ونطبع علاقتنا معهم أي خزي هذا فهذا لا يمثلون كشعب مغربي ابي ونحن اليوم نرى الحمد لله المئات والالف من التدوينات للمغاربة الذين يقولون وانا واحد منهم ان الذي يطبع مع الصهاينة لا يمثلون ونحن كشعب مغربي هذا لا يهمنا هناك البعض يحاول تبرير ذلك بناء على افعال بعض الفلسطينيين او بناء على ان سفير فلسطين في الجزائر يعترف بالكيان الوهمي لكن لا نصحح الخطأ بخطأ اسوأ منه هذا يظهر لي كأنني اعترف لاسبانيا بسيادتها على سبت ومليليا مقابل ان تعترف لي بسيادتي على الصحراء وهذا لا يقوله عاقل الارض تبقى لصاحبها ولأهلها ولا نعترف بالظالم وظلمه وبطشه حتى يعترف لنا نحن على حق لنا حقنا نأخذه بقوتنا اما ننتظر امريكا او شيء من يعترف بالصحراء فهذا يؤلمنا ويحزننا مع الاسف الشديد نتمنى ان يتم مراجعة هذه الاشياء فهذه وصمة عارب ونحن نعبر عن ارائنا وهو اقل شيء نملك نعبر عن مواقفنا وهو اقل شيء نملك لا نملك شيئا اخر اللهم اننا نستنكر وننكر باصواتنا على قدر ما نملك وهذا الذي نستطيع فعله اليوم فلهذا ندين ونستنكر التطبيع مع الكيان الصهيوني لا اقبل ان يأتي صهيوني قاتل للاطفال في فلسطين معتدي على الضيار هناك لكي يتعامل معي هنا بكل رحب لا اقبله كمواطن مغرب لا اقبله لا اقبله ان اتعامل مع المعتدي مع الظالم لا يشرفني ان اتعامل معه قضية فلسطين ستفقى قضية تابتة لانها عندنا من منطلق ديني وان خان الفلسطيني وان خان غيره وان باع غيره فهذا لا يهمني لان فلسطين ارض اسلامية وهو وقف اسلامي وسيظل كذلك وان تغيرت البواقف السياسية فولئنا لله ورسوله ولا للاشخاص ولا لسياسات ولا لأي شيء منطلقنا هو لله ولرسوله اتمنى ان تتراجع الامور طبعا اذا بقي يعني الان نلاحظ استنكار واسع للشعب المغربي حول هذا التطبيع والان السلطة المغربية كما شفنا رئيس الحكومة وكما شفنا وزير الخارجي يحاولون ان يجدوا مخرجا لهذا لان ترامب الان وضعهم في امر الواقع وتحدث بكل صراحة في الامس رئيس الحكومة قال ان المغرب ملكا وشعبا لا يقبل التطبيع اليوم ترامب يعلن التطبيع وكما سمعت في اخر اخبار انهم سيفتحون مكتب للكيان الصهيوني هنا ويحاولون ان يقولون لا يكون هذا لحساب القضية الفلسطينية اي قضية فلسطينية وانت تتعامل مع كيان صهيوني غاصب اي قضية هذه اتمنى تنتراجع الامور وهذا موقف نشهد الله انه موقف تابت لا يتغير الا بزوال الظلم واعطاء الحق لأهله ونقصد هنا اهل فلسطين المظلومين الذين اعتدي عليهم واحتلت ارضهم من طرف الصهاينة فلا نقبل ان يستمر هذا الظلم ونحن نرحب بالصهاينة وها نحن اليوم نشاهد بعض المسؤولين الصهاينة يستهزئون بالمسلمين يدخلوا في السلم كافة ويضعون اعلام الدول العربية التي طبعت مع اسرائيل يدخلوا في السلم كافة يستهزئ بالآيات القرآنية ويضعوا اعلام للدول العربية اي خزين هذا اي حطاط هذا يؤلمني ويحز في صدري ان يحدث هذا وان تكون بلدي واحدة من تلك الدول